السلام عليكم وكم طلال النقار وتابع معكم بعرض حالات نقص السوديوم وصلنا إلى حالة رقم سبعة في عندي مريضة عمرها 45 سنة عندها ارتفاع ضغط شرياني همشوفها بالعيادة بالمكتب جايتي بحالة تقييم للنقص السوديوم والي بالنقص السوديوم مزمد المريضة عندها أصل COPD عندها طراب بايبولر ثناء القطب بتاخد مدرات تاخد مدر ثيازي تاخد أميتربتين بتاخد ليثيوم وبتاخد انهيلر اللي هي الاختاخات التنفسية الهيتروكروثيازات بيعمل الصوديوم الليثيوم بيعمل بيابتس من سابتس بيعمل السكر التفه فهذا الشيء مهم اني انا اميز هالدويين عن بعضهم عموما بفحصه السريري واعيه ضغطها مية واتمنتعش على سبعين نبض القلب سبعة سبعة وستين بشكل عام وضعها جيد ما في عندها قديمة ما عندها وذمات فحصه الطبيعي بس بويش ملذلك الفحص العصبي الفحص العصبي طبيعي البوتاسيوم ثلاثة فاصلة تسعة التلورايد تسعة وثمانين البايكارب ثلاثة وعشرين البيو ان تساطاش الكرياديين انتبعه واحد فاصلة ستة لاحظوا انه شوي اعلى او عالي حتى هو لهيك عمر ولا طبيعيه واحد فاصلة واحد فعندها شوية ربما بريرينة ما واردك لش عند الكرياتين عالي فحطوا ببالكم حلولية البلازمة عندها ميتين واثنين وستين مع صوديو مية واحد وعشرين فالحلولية منخفضة اليورن اوزمولاليتي عندها تسعين تسعين اقل من مية هذا له دلالته صنع حكيناها عدة مرات هذا فحص البول في عندها مترناسق مع حلولية منخفضة واحد فاصل صفر صفر ثلاثة البي ايج ستة ما في بروتينات ما في سيرلز ما في كاس والحجم البول 24 ساعة عندها 8 لتر بال 24 ساعة فهذه الحالة عندي فكروا فيها فكروا ليش عندها ميجنة الصوديوم محتامة 45 سنة عم تاخد ثيازايد وعم تاخد ليثيوم وعم تبول 8 لتر بال 24 ساعة الكرياتين تبعها ما هو طبيعي كرياتين تبعها ما هي تمام الصوديوم نازل وزمولاتي نازل طيب فكروا فيها شو برأيكم الخيار الأفضل أو التشخيص لو ذلك الحالة أو شو هو التدبير طبعا التدبير بيتمد على التشخيص طبعا هون التشخيص عم يقول الكوز هل هو سببها انه هي ما عم تاكل لو صليوت دايت اللي هي التي أنتوست أو البيربوتامانيا أو سببها البرامري بويدفسيا العطاش البدئي عم تشرب موية كتير أو سببها نيفروجينيك اللي هي تبع ليثيوم أو سببها ثيازايد نقل صوديو محرد أو مدسبب بثيازايد أو يسيادت كنت تتوقعوا الجواب خليني أرجع للسلايد أول شي خليني أسكوت شوي مشان توقفوا الفيديو وتفكروا فيها وخليني أرجع لشوفيكم الأرقام أولا في عندي صوديو منخفض ما في خلاف هذا الموضوع الحلولية تبع البلازما منخفضة أو لا منخفضة فهذه هذا نقل صوديو حقيقي نفينا صوديو هايبوناتريمية تبع البروتينات تبع الشحوم كم من السؤال الثاني اللي بيطلع بعد الحالة هل طبعا ربما قبل ما أخذ يورون أوزموليتي بتطلع على السابعة الميضة بفحص السريري واضح أنه ما أنا أورلودت هل هي هايبو فوليميك versus إيو فوليميك أحياناً كثير صعب تجاوب هذا السؤال بس واضح أنه من القصة ممكن تكون إيو فوليميك صراحة وممكن تكون هايبو فوليميك وإن كان ما في أي علامة صريحة للهايبو فوليميا عم تأخذ منذر الثيازي وهي عمره 45 سنة بس لاحظ أنه كمية البول عندها ثمين لترات هلأ الكرياتي انتبع عالي بس هي عم الذر شوي الهايبو فوليميا بعيدة وإن كان مرة ثانية صعب أنك تقول هايبو فوليميا بسهولة صراحة بالفحص السريري بس أنا عندي اليورون الأزموليتي تبع كثير منخفضة من ممدد البول يعني تسعين وهذا بتناسب مع انخفاض حلولية البلازما معناتها بها الحالي أنا شو بستنتج بستنتج أنه الـ ADH يعني الحلولية مخفضت فالـ ADH اتطبط وبالتالي ما يدعم الدر زيادة عم الدر بول ممدد عفوان ليش اليورين عندها عالي 8 لتر بالـ 24 ساعة هون بقى رح يفكر بقى أنا أكيد ما عاد السيادة ما عاد هو الـ ADH ما هو السيادة الثيازايد ما هو بيعمل نفس الصورة الثيازايد بيعمل السيادة بيكون ما يعادل السيادة بالمناسبة وصورة قريبة منها بيكون الثيازايد أو المدر الثيازيدي بيطرح صوديو مبتئي الأزموليتي حتكون أعلى من 90 أعلى من 100 هلأ إذا بتلاحظوا أنه اليورين تبعها عم تطلع 8 لتر بـ 24 ساعة فهذا بيتناسر إما أنه هي عم تشرب مية زيادة والكلية تبعها ما هي سليمة تماماً فـ 8 لتر أكثر من طاقة كليتها على طرح الماء وذكروا أن طاقة الكلية لطاقة الماء هي تعادل 10% من الـ GFR فلو كان هاي الميدة الـ GFR تبعها على رأي هكذا ممكن نطلع 50 صراحة فهي الميدة قدرتها تطرح في اليوم 5 لتر مو أكثر عم تشرب 8 لتر فهذا هو السبب نص الصودي فهذه الميدة بـ primary polydips يا حقيقة رح يسألني واحد ماذا عن Low Osmolite Intake اللي هي أنه ما عم تاكل Tea and toast نعمل حساب المعادلة هي عم تطلع 8 لتر بالـ 24 ساعة ومضربهم بـ 90 ميلي أزمول بالـ لتر أو بالكيلو 90 ضرب 8 720 الحميلة الغربية مثلما أنه تطلع حوالي 700 إلى 900 تقريباً ميلي أزمول حوالي 800 ميلي أزمول بالـ 24 ساعة وقتين ما يدعم تأكل وتشرب عادي ما هي مشكلة ناقص للأكل فهي المريضة التشخيص طبعها هو primary polydipsia كيف تيعالجها؟ بمنعها تشرب موي ببساطة فالتشخيص بهذه المريضة هو primary polydipsia مثل ما قالنا أنه المفتاح التشخيص أول شيء في عندي ADH suppress أقل من 100 في عندي true hyponatremia مثل ما ذكرنا الكلية قادرة عادة القدرة الإطراحية طرح بما الكلية هو 10 ميلي من GFR وهين الميدة GFR ده مهمه طبيعي نازل فهي ربما هي مقدرة تطرح أكثر من 5 لتر باليوم الكلية تتراوح الكلية الطبيعية ممكن تطرح حتى 15 لتر يومياً لو كانت كلية طبيعية تماماً وما في عندك ADH والميدة عم تأكل وتشرب يعني في عندك load في عندك Osmolite عم تأكل وتشرب نظامي والكلية الطبيعية تماماً ما في أي ADH ممكن تطرح حتى لتر بالساعة حتى ممكن 15 لتر أو أكثر يومياً لما بنقص GFR كما حكيناً لأنه بصير أقل قدرة الكلية على طرح الماء Low Solute Intake ممكن يخفض من قدرة الكلية على طرح الماء بس هون ما في عنده Low Solute والDiurotic Therapy بالمناسبة الثيازايد نفسه بيمنع من قدرة الكلية على تمديد الماء بيمنع قدرة الكلية على تمديد البول لأنه مرة ما قلناً هو بيشتغل به دعم تعاكس الجزء اللي يمدد البول فربما كمان هذا يساهم بنقص الصوديو من الميدا ربما أحد الزملاء سألني أنه بهاي ميرا حوقف الثيازايد طبعاً حوقفوه ربما هذا سؤال امتيحاني عم يعطيك شوه التشخيص بس بالريال لايف أنا حعمل حمي عن الماء وحوقف الثيازايد حقيقةً مرهة والله لا هذا هيك وكذا مثل ما أن الwater intake هو الأساس بليش عم يصير مثلاً polydipsia ممكن أمراض نفسية أو الزمين عم ياخد له أي دوة بينشف الثم حقيقةً ربما هذا الشيء يكون سبب لحال يخلي الميد يشرب موي زيادة عن المطلوب حلا الdaily solute execution حكيناها أنه الحمية الطبيعية بتطلعه أعتبر هاي ميدا عم تطلع 720 ميلي أزمونه هذا كافي إذا كان أقل من ثلاث ميلي وحسبناهم مثل في سؤال الراء الثالث أظن عرضنا رجاء على سؤال الرقم الثلاثة هتلاقوا أنه هاي low solute intake هذا هو سبب نقص الصوديوم عدم قدرة الكلية على طرف الماء النيفروجينيك DI اللي هو بيتسبب بالليثيوم عادةً بيترافق معه رقم صوديوم طبيعي أو بيصير معهم فرض صوديوم لأنه بتمنعه مشرب الموين يعني مرضة DI بس للمناسبة هاي محضرة فرض الصوديوم فنفكيها لاحقاً مسبب بالليثيوم بيصير معهم فرض صوديوم فالمريض بيشعر بالعطاش فبيعاود بأنه بيصير يشرب ميه زيادة فبيرجع الصوديوم عنده للطبيعي فلو عملت له التحليل للحالي الطبيعي ربما يطلع الصوديوم من 140 أو 145 امنعه من يشرب الماء لسبب أو لآخر قبله بالمشفى مثلاً عمله طنغير لسبب خطه على منفسة مثلاً حيصير الصوديوم عنده 155 وطالع فهذا هو مفتاح التشغيل سبعهم بس عموماً الحالي ما بتتناسب عندي ناق الصوديوم أنا ما هو ديثيوم أبداً المدراثية زيادية مثلاً بيتخفض من قدرة الكرية على تمديد البول عادةً تترافق مع أوزمولاريتي تكون عالية بليون أعلم ميل أنه في طرح صوديوم زيادة بيكون العوامل المختلفة اللي بتسبب منها أنه عدم قدرة الكرية على التمديد ومنها أنه الـ ADH بيتحرض بهذه المرضى وبيشربوا مي ربما بسرب العطش وهذا الشيء كله بيساهم بإنه يصير معه ناقص صوديوم أتمنى أنه هالحالة ربما كانت شرحتها بشكل جيد أتمنى أنه كانت مفيدة خلينا ننتقل إلى الحالة رقم 8 رجل هالمرة رجل عمره 8 سنة عنده قصة مرض مرض وعائي محيطي عنده نقص صوديوم عم يشكي من أعراض نوزيا أعراض غثيان ونوربسيا عنده نقص شهية هلأ هذا المريض هو مريض زرع نقي من سنة تقريبا عمل عمل زرع نقي وللأسف من جديد تشخص ب GVHD اللي هو رفض أو graph versus host اللي هو أنه الطعم نفسه أو النقي نفسه جديد بيصير بهاجم الجسم وهو تشخيل سيء حياته المريض ضغطه 128 على 78 نبضه 70 ما عنده عراض يعني ما في عراض في عنده واضح في عنده يرقان الشديد أو يرقان الصلبة في عنده يعني في عنده عراض جلدية تسمى كل جلد إريثيمة حمامة في عنده إيلام بالرأة أبر كوادرات اللي هو الجزء الفوق الكبد يسمونه المراقل تيسر أو المراقل أيمن عفوا هو الجزء الأعلى من الكبد يعني واضح أنه في عنده إصابة بالكبد حقيقة طبعا هذا يتناسب مع GVHD ما عنده خبن وبالتالي ما عنده تشمع حاليا بس في واضح أنه هاي جزء من إصابة GVHD أنه في عنده إصابة كبدية الأدوية اللي بيأخذها بيأخذ بريدنزون بيأخذ تاكل والله المصر أنه GVHD وهو أصلا زرع نقي بيأخذ أسبرين بيأخذ أتوربستاثين بيأخذ هيدركلورثيازايد هالأمره ثاني هو هايبوناتريميا فهل هايبوناتريميا تبعا إلا على قبل هيدركلورثيازايد اللي عم يأخذه ربما هلنشوف تحاريه له الصوديوم عنده مئة وعشرين لينة الصوديوم الكلورايت تسعة وثمانية معنى الصوديوم الكوتاسيوم طبيعي البايكارب طبيعي اليوريا ثمانية الكرياتين 0.7 السكر الدم طبيعي عنده 85 حلولية البلازمة سيروم أوزمولة 285 أنا بس شفت هذا الرقم وطلق على الصوديوم أنا في عدي مشكلة هذا ما هو نقص الصوديوم حقيقي هذا ما هو هايبوناتريميا هذا شيء أخر إما صوديو هايبوناتريميا هذا إيزو أوزموتيك هايبوناتريميا اللي يكون نقص الصوديوم مترافق مع أوزمولية البلازمة الطبيعية تماما فأحد التشخيص السبع ما هو سودو هايبوناتريميا هلأ الأستي عالية 2300 الأل تي عالية تبعه 1900 بتناسب مع إصابة كبد الالكاليفوسباتيس كمان البليروبين عنده 9 مثل ما أنا عنده يرقان دائرة البليروبين هناك أديد كبد واضح GVHD واضح في ألبومين منخفض لو طلعت على اليوريا السودوم 86 والأزمولية 265 ما عاد أطلع على اليوريا أصلا أنا خلص شخصت المريض في عندي سودو هايبوناتريميا هذا المريض عنده سودو هايبوناتريميا السؤالي لقلكم ليش عنده سودو هايبوناتريميا إن السودو هايبوناتريميا سببها خطأ بالقياس إنه بيكون في عندي زيادة بالجزء الصلب بالبلازمة اللي هو زيادة الشحوم أو زيادة البروتينات برأيكم بحالة اليرقانات الشديدة شو هو سبب خطأ القياس خلينا أول شو التشخيص سيادتش أكيد يعني واضح إنه ما هو سيادتش ما هو سودو هايبوناتريميا يس هو سودو هايبوناتريميا true hypovolumia لا ما نهو هايبوناتريميا low solute intake ما هو هايبوناتريميا أصلا والثيازات الديوث هايبوناتريميا كمان ما هو الحال لأنه في عندي أنا سودو هايبوناتريميا كيف بثبت التشخيص بعمل تحقيق الغازات الدم بعمل عينة غازات وشوف إذا كان طبعا لازم الجهاز يكون معايا الرا الصوديوم والبوتاسيوم وبثبت إنه هذا الصوديوم طبيعي ليش عند هذا المريض لما بلاقي يكون normal serum osmolality ليش شو التشخيص التفريقي واحد منه سودو هايبوناتريميا هو خطأ القياس أولني عم استخدم irrigation non-conductive irrigation solution اللي هي عمليات prostate والهيستيكتومي هي عمليات الرحم والبروستات بيستخد مسوائل ليسين وغيره اللي هي ممكن تساويها حلوية البلازمة طبيعية وتعمل نقص الصوديوم تمديدي ليس خطأ القياس حقيقة خطأ القياس هون هون بيكون تمديدي حقيقة بسبب بيسحب الماء من داخل الخلايا هذا سبب نقص الصوديوم بهذه الحالات أو إنه إذا كان في عندي hyperglycemia السكر عالي hyperglycemia عادة ترفع من حلوية البلازمة بس لو كان في بالأصل baseline hypotonic hyponatremia المريض عنده chronic hyponatremia والأوزمويت اللي تبعه أصلا منخفضة وهلو ارتفع السكر عنده فالأوزمويت اللي بترجع للطبيعي فلانة إيسا بتخاربت بتلاقي انه السكر بتلاقي انه الأوزمويت اللي طبيعي بس لو طلعت على السكر السكر حيكون عالي كيف بشخص هاي حالي non-conductive irrigation solution بطلع على السيرجري إذا عامنا ميد عملية من يومين ثلاثة أو مبارح أو أول مبارح ميد ما نعمل هاي عملية وسكر عنده طبيعي فرجعنا السودو هايبو نتريميا هلأ ليش عنده سودو هايبو نتريميا مثل ما نعمل شخوم أو بروتينات هذا ميد لا عنده pancreatitis ولا عنده السير ديسكراسي اللي هي الـ الـ بس في عنده يرقان بحالات اليرقان حقيقة طبعا إن الحالات اليرقان سبب السودو هايبو نتريميا هو تراكم اللايبو بروتين اكس اللايبو بروتين اكس بيترافق مع هالحالات مع الـ هلا بشرح لكم كيف أو شو هو اللايبو بروتين اكس وبيساوي السودو هايبو نتريميا سبب الخطأ القياس مثل ما أنه هو indirect ion potentiometry لأنه بياخدوا جزء من السائل من السيروم بيبددوا عشر أضعاف وبيسترضوا أو المخبر أو الجهاز بيسترض أنه هي الجزء المائي هو 3% من البلازما وهذا الشيء مو صفيح بهي الحالات لأنه اللايبو بروتين عالي أو البروتين عالي أو الشخومة عالية فلازم أنا صلح النسبة هاي لحتى يكون يا شيء صحيح أو أني أعمل direct measurement أخذ العينة ويبعثها على الجهاز الغازة سبب الحالة هي مثل ما أنه عندي سبيل هباتيكس في عندي ركودة صفراوية شديدة اللايبو بروتين اكس ممكن يتراكم بسبب بسبب الريفلكس أو أن استريفايد كوليسيرون فوصفوليب هذا هو الميكانيزم ممكن تبحثوا عنه وتقرأوها ربما ما تشوفوها بالحياة اليومية بس يعني سؤال امتحانات حقيقة حقيقة بس هو الغاية هي فهم المبدأ المبدأ لنا أنه هي البلازما ووتر تم صفض هلا لو عملنا صلحنا حجم البلازما حقيقة لو عملنا ياسم مباشر أو أعطينا الجهاز أنه هي البلازما الووتر أقل من 93 مئة يمكن تسعين أو 85 سيطلع فيها الصحيح ويرجع الصوديوم طبيعي حكينا كل هالكلام هذا ما رح أرجع عيده الحالات الثانية كلها لو سيروم أوزماتي وطونيسيتي وما هي وبالتالي ما هي هالحالة هالحالة الأخيرة هالحالة الأخيرة بهذه الجلسة الحالة رقم 9 عندي مريضة عمرها 38 سنة ما عنده قصة سابقة ما عنده قصة مرضية سابقة أو سابقة مرضية عم تعاني حالية من نوزيا بوميتنج من غثيان واقياء واسهال لمدة يومين هلأ اجت على الطوارئ بسبب أنه عندها ضعف وفي عند عدم القدرة على تناول الأكل عندها أعراض هضمية فحص العصبي طبيعي 15 لغلاسكو ضغطه منخفض 90 نبضة 120 متسرع عدد مراتنا 16 ساتوريشن 99% حرارته 37.8 ووزنه 55 كيلو يعني من الفحص فيني يقول أنه فيه علامات نقص حجم عندها فيه علامات وهي عند قصة ضياع يعني عند نوزيا بوميتنج مديريا وما عم تأكل وواضح أنه فيه عندي نقص حجم يعني قصة سريرية ما بتخبيح حاله أنه فيه نقص حجم سريري ومن القصة هلأ بتحاليلها إذا تطلعوا على التحاليل البروتين تبعها سبط طبيعي الألبومين 3.8 طبيعي البيوين 50 عالي الكرياتين 1.2 مرتفع بس ما بيتناسب مع البيوين فهذا بيتناسب مع بريلينة وارث من المريدة هي متجففة اليوريك أسيد عالي عندها 8.8 وهذا بيتناسب مع بريلينة هذا عكس مرضى السيادش مرضى السيادش اليوريك أسيد بيكون عندهم منخفض فهي ربما أحد المعايير أنه طلعت على البيوين على اليوريك أسيد الصوديوم تبع 128 مونخفض البوتاسيا تبع 3.5 الكلورايد 90 السكر 80 الأزموليت 270 وبالتالي هذه ترو هايبو نتريميا لما طلعنا على اليوريك في عندها الصوديوم 15 البوتاسم 15 وبتناسب أن الصوديوم منخفض لأن المريضة عندها نقص حجم فعم تحب السوديوم أوزموليت تبعها 450 مرتفعة ما بتتناسب مع أوزموليت تبع البلازمة 270 بفترض أن الأزموليت تبع البلازمة يكون ممدد أو الصوديوم منخفض وبالتالي لازم تكون البلازمة اليوريك لازم تكون منخفضة فهذا بيقول أنه فيه ADH عالي هل هي متلازمة سيادتش؟ هل ممكن شخص متلازمة سيادتش بحالة مع معوجود نقص حجم؟ لا أبداً أنا في عندي زيادة بالADH تتناسب مع نقص الحجم الموجود فهذه فشخصونا بسبب السلريات والقصة عطوها سوائل تحسن ضغطة عطوها سالم يعني نورمال سالم في هالحالة مثل ما قال الحالة الوحيدة اللي بتعوض فيها سالم مشان تصليح نقص السالم هي نورمال سالم بتحسن ضغطها بس السوديوم تبعها ارتفع بشكل سريع وصل للمية واربعين من مية وثمانية وعشرين إلى مية واربعين هذا اطمعش نحن بنعرف أو ما اتفقنا خلال 24 ساعة الحد الأقصى إذا فردنا أنه ما معرف قديش فترة نقص السوديوم إنه ما لازم ارتفع أكثر من تماني لو كان مثلاً خطورة متوسطة للـ ODS أربع على سترة لو كانت خطورة عالية ماكسيمم عشرة مثلاً ما عش هون أنا ما أقبل فيه هذا الرقم السؤال ليش صاد ارتفاع الصوديوم بهالشكل السريع عند هاي المريضة؟ هنعطي خمس احتمالات فكروا فيها أين يسكت أول شي لمدة عشر ثواني وممكن تسبتوا الفيديو وتقرؤوهم لحالكم هل إنه الحجم أو السوائل أو تعويض الحجم عند هاي المريضة بالسيروم الملحي أدى إلى زيادة طرح الماء الحرغ يسمونه الأكواريسيس الإدرار المالي تعويض الحجم خارج الخلوي بالسيروم الملحي أدى إلى زيادة طرح الماء الحرغ عن طريق الكلية هذا أحد الاحتمالات هل بسبب إنه في صار fluid restriction تحديد للسوائل لأن الميدة ما عم تقدر تأكل وتشرب وبالتالي عم تطرح كل الماء الحرغ عندها هل إنه في عندها زيادة بضياء الماء من التعرق مثلا؟ هل في إنه تعويض الصوديوم هو اللي يصلح الصوديوم من ١٨٨١٨ من ١٨٢٨١ أو إنه سبب النوزي والغثياء والإخلياء توقف وهذا الشي منع التحريض أو نان أوزموتيك سيكريشن للبيزابرسين منع إفراز الفيزابرسين وبالتالي ما عد في بيزابرسين وما عد في شي منع الكليه إنه تطرح الماء برأيكم مين أفضل خيار بين خيارات هاي الخمسة؟ أنا شخصياً أفضل أقول إنه أنا أفضل أقول إنه الخيار الأول هو الأصح حقيقة الأكواريسس بيصير الإدرار المائي لما بيزول سبب إفراز ال-ADH بهاي الحالة سبب إفراز ال-ADH وكان هو نقص الحجم فتعويض الحجم منع إفراز ال-ADH وبالتالي يصار في عندي ما عد في أي سبب يخلي كليه تحبس ماء وصار الأكواريسس هذا هي المشكلة بهاي المريضة الفلويد رستيكشن ما هو السبب أكيد ما بيساوي هذا الالتفاع بهالشكل هذا المريضة لو كان ال-ADH السادو عنده حتى مع مثل الفلويد رستيكشن ما هيطلع بهالشكل هذا ما في أي شيء بيدل إنه في عندي سويتينج بهال المريضة في تعرق الصوديوم ريبريشن الأكيد ما بيرفع صوديوم بهذا الشكل وما في أي شيء بيقول إنه نوزي والفوميتينج عنها مريضة تحسن وهذا السبب إنه ارتفاع راح عنها ال-ADH ريليز هلأ أفضل تفسير هو الخيار الأول حقيقتك ربما الخيار الخامس تجادلوني فيه إنه ممكن يكون صحيح بس أنا بدي اختار واحد من الخيارات وتعويض الحجم عند هين مليون فمرة ثانية مثل ما عنه الخيار الأول هو الأصاح اللي يميز هون يشرح سبب إفراز ال-ADH إما أبروبريت أو إلابروبريت وهذا بيشخص السادلش هذا بيشخص مثلا هيبوفوليميا بينما هذا هيبوفوليميا كان هو السبب نقص الصوديوم باليوريد هذا بيدل إنه كان فيه عندي راس اكتيباشن فيه كانت ادرينيرجيك سيستم اكتيباشن هذا سبب نقص الحجم وبالتالي هلأ عم يحاول يعزز الحجم خارجه وخلوي وبالمعيه عم يطلع ال-ADH وعم يمنع منطرح الماء ال-BOC خطأ ال-Fluid Restriction وال-Insensible Loss ممكن يساهموا بتصديح الصوديوم بس مو بها الشكل هذا ما بيعملوا الاطراح السريع للماء نورمال سالين بيعطي ممي وبيعطي ملح ومهما حسابوا المعادلة ما حتزبط أبدا أبدا يعني اعطاء السالين بالمناسبة لو كان ال-ADH الساتو عالي مثل ما أنا فيه بيعمل بها الحالة نحن اعطاء السالين ما هو اعطاء الصوديوم ما هو اللي يصلح يعني حسابوها بالمعادلة يقدر عطيت صوديوم 154 ميك ما بيطلع الصوديوم من 128 إلى 140 أبدا هلأ ال-E عم يقول نضى best answer ما هو الأفضل خيار ما عم يقول انه هو غلط لأنه ما بيكفي ان ال-E وراح ثانيا والقياق لحتى يروح ال-E يساوي إدرار من هاي هي بيكون وصلنا الشيرين بيكون وصلت للسلايد الأخير هاي الحالة رقم 8 أو من حالة رقم 9 عفواً وحاستمر معكم في عندي كلمة مثل ما أنه هيكون في عندي كل مرة 3 حالات وان شاء الله بنوصل للحالة رقم 30 قريبة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم